شفت المباراة زي انبيح هو مبدئيا احنا منتخب مصر الولمبي عمل انجاز كبير احنا للمرة السبعة نتأهل للأدوار الاقصائية احنا من اصل 13 مشاركة لنا احنا المنتخب الاول عربيا وافريقيا اللي بيشارك في دورة العربية بشكل عام وده انجاز مش حقا اي منتخب تاني على مستوى الوطن العربي او قارة افريقيا بنتأهل لمرحلة الأدوار الاقصائية للمرة السبعة في التاريخ وده برضو محصلش لأي منتخب عربي اصلا زائد ان احنا كده دي المرة التالتة ان احنا نوصل فيها نصف النهائي المرة الاولى في اولمبياد امستردام 28 والمرة التانية في اولمبياد توكيو 64 ودلوقتي في اولمبياد فرنسا 24 يعني بعد 60 سنة بنرجع مرة تانية للنصف النهائي ماتش مبرح كان عظيم جدا كلنا شفنا اداء مبهر كل اللعيبة ابراهيم عادل يعني هو حق التعادل بعد ما حصل يعني جون دخل فينا وحصل كده خلل دفاعي لكن شفنا بعد كده الفريق المصري بيضيع فرص كتير لكن كان حريص انه يخرج من المباراة كسبان بركلات الترجيح شفت فنيات المباراة ازاي ابراهيم عادل انني زيزو حمزة علاء كان بطل كمان من الابطال حارس المر طيب خلينا نتفع على حاجة ان روجيو ميكالي ده المدير الفني البرازيلي ده واخد دهبية في اولمبياد قبل كده مع منتخب البرازيل فرجل متعود على التتويج يعني ان هو داخل المنافسات مش لمجرد ان هو المشاركة زي ما بنقول او مشاركة شرفية لا هو داخل ينافس على مدليا ودي حاجة مهمة جدا ان انت بتختار جهاز فني عنده طموح وعنده اسرار ورجل محترف مدير فني محترف جاي ينافس فقبل كده المنتخب ده منتخب من اقل المنتخبات من ناحية الفنية من ناحية المهرية للعيبة من اقل المنتخبات اللي جات في تاريخ مشاركتنا في القلمبيات رغم كده المنتخب ده بيعمل انجاز وبيعمل اعجاز كبير ان هو يوصل لنصف النهائي ده بسبب ان احنا عندنا كوتش كويس كوتش فهيم كورة احنا قبل كده كان فيه مدير فني جاي ميسيك منتخب مصر يعني عايز اقولك ان هو قضى نفسيا وفنيا ومعنويا على نجوم كتير كانت موجودة في منتخب مصر الاول يعني كان دائما بيتحجج ان القماشة بتاعة منتخب مصر قماشة ضعيفة على العكس احنا بلد مليانة مواهب ما عندناش نضرة في المواهب ولا الكلام دوت يعني الكلام كان غير صحيح كان هو هقوله هو كارلوس كيروش اللي جاي منتخب مصر في التصفيات كاس علام قطر اللي فاتت فهو قضى نفسيا ومعنويا على لعبة كتير واجيال كتير للمتخب مصر هو كان بيقطع في اللعبة وبيتكلم ان احنا ما عندناش مواهب هو الكلام ده غير صحيح واحنا مصر بلد مليانة مواهب وبس الموديل الفني يعرف يطلع المواهبة ويعرف يبرزها كويس زي ما احنا شوفنا في الاولمبيات في باريس احنا بنشوف لعبة مثلا زي حمز علاء ده ما بيلعبش اساسي في نادي الاهلي ما بيلعبش اشوف حضرتك هو بيوصل لانهي درجة ما بيلعبش اساسي في النادي الاهلي ومفروض اللي زي بيلعب درجة اولى في الدور الممتاز احنا بنشوف انني يعني ما بيشاركش في ارسنال مشاركته ضعيفة هو ووصل لخمس ماتشاط في الدور الانجليزي في ارسنال بس احنا بنشوف قائد لمنتخب مصر اللعيد كبير في الملعب بيلعب تسعين ديارة بيلعب وقت اضافي نص ساعة ما فيش اي تأثر بدني بنشوف احمد نبيل كوكا كان مصاب قبل البطولة وكان فيه مشكلة لا بنشوفه من احسن اللعيبة يعني عندك لعبة كتير جدا ابراهيم عادل طبعا ابراهيم عادل هو ده في المنتخب في الاولمبيات لعب هيل جدا وده اللعب الوحيد من بيرامدز اللي هو مشارك في الاولمبيات فانا بتكلم ان هو المنظومة كلها منظومة احترافية متكاملة على رأسها مدير فني عنده طموح وده مهم جدا ان انت تبقى فعلا مدرب طموح اشتركوا في القناة